قد صرحت الفنانة هبة الديري عن السبب الحقيقي عن انفصلها عن زوجها مع الاعلامية صارة في تصريح وحقائق جديدة في التلفزيون الكويتي وقد سألتها صارة عن سبب نشر زوجها بوست يتحدث فيه عنها وانه غير مسؤول عن اعمالها واي تصرف يصدر منها لانه منفصل عنها فردت هبة الديري ان ابو عيالي جدا محترم وخلوق ومتربي احسن تربية ولكن بعض الضغطات من الاطراف الاخرى عندما تتدخل في حياة اي زوجين تسيطر على قرارتهم وتخلي اي زوجين يتصرفوا بشكل غير مسؤول وكنت رافضة نشر موضوع الانفصار ربما يكون في خط رجعة في النهاية بيني وبينه وكنت اسوي تخطيطات لخط الرجعة واحنا اصدقاء وما زلنا علشان عيالنا ولكن يوجد اطراف اخرى لا احب ان اتحدث عنهم وهم السبب الرئيسي في انفصالنا حتى لا يشتهروا واعطيهم حجم اكبر من حجمهم وقد الوم زوجي عن الطريقة التي صرح بها عن الانفصال لان في حب بيننا كبير وعلشان العيال لا يتأثرون بهذا الانفصال وانا انسان متصلحة مع نفسي جدا ولكن في اطراف اثرت على هذا الموضوع ولكن بقول لتشغلة سارة انا وابو عيالي كنا اصدقاء في مرحلة الحب كنا اصدقاء في مرحلة الزواج وايضا ما استمرين في ان احنا اصدقاء في مرحلة ما بعد الانفصال عشان احنا بهذه الطريقة الزواج احنا اعلنناه وبالتالي ممكن نعلن الانفصال ولكن بطريقة اخرى ولكن ساعات عرفتها الضغوطات تخلي الواحد يسوي اي شيء ممكن يكون غير مسؤول عنه او فيه تسرع ولكن هذا عند رب العالمين اذا الله كتب ان احنا نرجع بنرجع اذا الله ما كتب ما رح نرجع بس احنا استل على تواصل عشان عيالنا يترب جوزتها من اول يوم ومتقبل الموضوع اتقبل اي شيء بالحياة ان انسان متصلحة مع نفسي جدا